ايه! من أنت؟ ماذا تفعل؟ شارلز ريد، انفسي سيد ثراغمورتن يجدني لتجد أبيه ألبرت لذلك... سين كينغ سيتي كون هذه؟ هل تعرف هاتش بي لوف كرافت؟ ها 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 انا عرف هاتش بي هاتش بي لوف كرافت هاتش بي لوف كرافت هو اللي كتب The Call of Cthulhu هو يعتبر من أكبر كتاب الرعب هو يمشوي كاثولو والعالم ما الكاثول اللي يسمونه كاثولو ميثوس هلو؟ اللعب هاتي تتكلم عن عالم يعني تتكلم هي بلعبة هي بعالم كاثولو هلو؟ اللعبة يمشونها فروغ وير فروغ وير هو اللي يسوي اللعب شيرلوك هولمز هو معروف بلعاب التحقيق اللي هو انفستيكيشن السواف هذي فاللعبة هذي هي لعبة ترى وتحقيق هلو؟ زين أول ما بلست باللعبة كان فيها شوية مشاكل بالفرايم رايت توقع راح تعدل بس كلعبة من استوديو فروغ أشوف انها طافة العاب لي سواها قرم وايد؟ ايه واللعبة انت لازم تتحقق بكيسات عشان تتكمل هلو؟ اللعبة فيها خريطة تقريبا هي اوبن وورد وفيها ناس بالخريطة يعني انبيسيز يعني مو مو فاضية ايه نزلت من الغارب طرح لي واحد اشان ثانوس مستبدله اطير ماذا عندي شقه harmonic من بعد اطير طارئ اطير شق listings اطير اتفكر أحس aver azul القضية يقول لك روح المكان الفلاني اسأل الشخص الفلاني ما راح يتبطل خريطة يطلع لك وين انت روح دور لازم انت تكون تعرف تذكر الشارع اللي هو قاله تبطل خريطة تروح اقي الشارع اللي هو قاله اي ما راح يطلق هنت لازم تسمع الحوارات هذا حلو لازم تحفظ انت كل مكان تقريبا لازم تركز انت الشخصية اللي تلعب فيها اللي انت تحكم فيها اللي هو تشارلز ريد هذا تقريبا من اكثر الشخصيات الكئيبة اللي مرت عليه من اي ناحية كئيب وتحس انه مهموم وتحس انه طايق خلقه تحس انه هو يبلك القمتجي يبلك الحارج اي فنظام اللعبة ترى كلها دارك كلها دارك تعتمد على التحقيق راح يكون فيها خلق نقول مثلا مو بس التحقيق راح يكون فيها انك انت هيطلع لك اشياء غريبة ترميهم السؤال فاضي فيها تنوع الاكشن فيها شلون فيها اكشن بس مو اللي وايد وايد اللعبة هي رعب نفسي تقريبا رعب نفسي عالمها وايد دارك بعد وايد مظلم تجربة يديدة وحلوة زينا تقلت رعب النفسي هل تقارن نهائيا الرعب اللي فيها هو المكان اللي انت فيه الالوان الشخصيات البيئة البيئة راح تحس انك انت شوية مغموت عرفت؟ هي كتجربة يديدة حق الناس اللي يحبون اللي يحبوا ألعاب شرلوك هولمز ويحبون اللعبة هذه بس اتمنى ان بشاكل التغنية اللي حاشتني تعدل يعني انا تشويت انا لعب ساعة البلايسيشن برو حسيت ان يهلاق عشان اطلع وحطها 1080 اوكي اي اوكي عرفت؟ اه وهم حسيتني فيهلاق عالم كان هذي شغلة system wise باللعبة اي اتمنى التعدل اذا انزلت اللعبة مو اللي مو اللي كنتانا مو اللي كنتانا ناطرة مو اللي كنتانا متواقع يعني مثلا بنفس العالم اللعبة كثولو لقبل فترة هذي كولوف كثولو انا لعبتها عشان القصة قصتها حلوة بس انميشن الشخصيات lip syncing ما صخرة كانت مصيبة عرفت؟ ايه نفس العالم نفس تغريبا نفس الشي تغريبا بس هذي على احلى صوتي راح مين راح راح كثولو راح كثولو صوتي فاللي حبون اللي يسمونه هو نظام الرعب راح تحبون اللعبة هذي اللي يحبون التحقيق راح حبون اللعبة هذي بس لازم انت تكون مركز الف تكون انت قاعد تستوعب اللي قاعد يصير دقيق يعني زيادة على زمد اللعبة ما راح تعطيك هنتات وايد وانت اللي راح ما راح تكون سهل وايد عرفت وحتى الاتموسفير ما اللعبة المطر والمكان مدينة غرقانة شيذي عرفت ووايد يعني انت تكرر تستخدم سكلز عشان تحقق بس السكلز هذي راح يرفع السانتي ما اللعب راح يتخيل اشياء وايد وراح تدوخ عرفت؟ يعني كل شي تتسوي لعواقب اي اي اشوف انهما توفقوا باللعبة مغارطة بالعب بالاطافة بس ما تتغارن باللعب اللي نازلة الحين اعرفت؟ بس حلوة اللعبة تستاهل التجربة يعني حق الناس اللي يحبون الشي هذا تقييمك لها مبدأ ايه يعني يعني سبعة سبعة حق عالمها سبعة حق طريقة اللعب سرد القصة شلون طريقة وايد معقدة يعزت لك؟ يعزت لي بس مولي يعني انا شون اقيس اذا اللعبة اعجبتني ولا لا اذا انا سكت ليدها وقسملت فيها نفس ما صار معي بججمت اما هذه لعب شوية سكرتها بعدها رضيت لعب شوية سكرتها انا احس يعني من الكلام اللي انت قلت ان اللعبة هذي مو هي احد يلعبها يعني مثلا ممكن انا العبها شخصيا ما راح افهم يعني ما راح اصمل فيها هل تتوقع ان اي احد يقدر يلعب هذي اللعبة لا لا ما توقع واتناس راح تضيع تعقيق وتكتب وتحقق مع الناس وتسمع شقع شقالك وين تروح وشذي هذا نظام اللعبة عالمها الاتموسفير على قلوتهم شي وايد حلو بس ها يبيلهم بعد شوية يبيلها شغلوا شوي اللي حب العاب شرل كومز العاب فروغوير راح تعجبها هذي كلها مع الرب وهذا شي زين لانها فيه العاب التحليل اشوف ان راح يساعد وايد ناس لانا فيها وايد حاتش لازم فيه كلوز تربطهم ببعض اللي هما ادلة ادلة صح ادلة العربي اطلعت شذي يعني اللي ثقافتي انا ما عارف ايه ما عرفتك مطلق اليهاندرو لازم تربط انت الادلة عشان شذي اشوف ان انا وايد ينفع ان يكون فيها عربي وشي ما تعب عليه يعني وانا ما توقعت ان اللعبة مثل هذي ما تكون لعبة كبيرة اللعبة ايه كان فيها حاتش وايد يعني معقدة اصمانين فيها حاتش بس الحوارات ما فيها دبلجة بس ترجمة بس ترجمة ايه وهذه نقطة نحسب لهم صراحة وبس والله هذا اللي هل انت راح تلعبونها على الكلام اسمعتوا والله يعني انا بيشري لازم تركز لازم تركز مشكلتك بعرب جوق غريب بالالعب جعلو لنا رايكم بسوانا بالانستجرام بتويتر بسناب شات بالكومنتات ايه قلو لنا رايكم شنو اللي تابون تسمعونا او تابون عن شنو نسوله في شنو المواضيع اللي ببالكم اشتركوا في القناة